السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم العيد وعيد الفتر كما وعدناكم او شوال 1400 و43 رائل 24 دقائق اذا اكتبوا ماذا ما بدأوش رابطو الناس يجيب بشوي البيبارات كان مسالة بره كان مسالة بره كان مسالة بره كان مسالة داخل الجامعة وشوالله اعيدكم مبارك هذه هي الفيديو التالية لا تنسوش احبابي درناكم 42 و40 فيديو في شهر رمضان و اليوم 3 و40 فيديو بتاع العيدة تالعيد صغيرة وشو نقولكم اجمع لا تنسوش لايكيو تابوني في الفيديو او نعطن السلام عليكم وقالي الطعيم ادوي بداو السلام عليكم الحمد لله الذي خرق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ما الذي يكفرهم ربه يعدمون سبحانك سبحانك ربي معظم شانك في فضلك وحسانك نجينا من نارك سبحانك 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 ربي معظم شانك في فضلك وحسانك نجينا من نارك سبحانك 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 ربي معظم شانك بفضلك وحسانك نجينا من نارك سبحانك سبحانك نجينا من نارك سبحانك سبحانك ربي معظم شانك بفضلك وحسانك نجينا من نارك سبحانك سبحانك ربي معظم شانك بفضلك وحسانك نجينا من نارك سبحانك سبحانك ربي معظم شاك بيبار بيك وحسنك نجينا من ناك سبحان الله عظيم وصفر الله سبحان الله ربي 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 عظيم وصفر الله موسيقى 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 الله أكبر ولا أهلا ولا قمت إلا بلا لا يلاحي الله الله أكبر الله أكبر ولا أهلا ولا قمت إلا بلا سبحانه الله أكبر والحمد لله ولا قمت إلا بلا الله أكبر والله أكبر ولا أهلاesh because of that سبحانه الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله الحين بالحın لله والحمد لله عيلا أكبر الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله الحين بالك الحين بالحن اشتركوا في القناة 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 بسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله الله اشتركوا 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 في القناة الله اشتركوا في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 مضاربات على السلع الأساسية وتكان بكثير من المواطنين والتجار على حد سواء على تخزينها وتكديسها في مبرى فاضح لطغيان الأنانية المقيدة وحب الذات وغيان بخلق الإيثار وضحمة بين أفراد المجتمع الواحد وكل هذا يا علاق الله إنما هو من أمر الله تعالى عندما يتعرض لنا بالأخل لكن كثيرا من الناس لكن كثيرا من الناس يغفرون عن هذه الحقيقة فيبحثون عن الأسلام الدنيوية المباشرة وينسون الذنوب المعاصي التي سيسر ذلك الظلمين كيف وقد قال ربنا وخالقنا عز وجل وهر الفساد في البر والبعض بما يكسبت أين الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعنهم يرجعون فما يقصي كله يا عباد الله من نأواء وتهد وتشتك وتشرف وتبصع وتمرك كله بسبب ذنوبها فعن عبد الله النعوة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معصر الفلاجرين أعيدكم بالله أن تتركوا خمسا فما ضارت الفاحشة في قوم فأعلموا بها إلا ضارت فيه الأوجاع الأمرار التي لم تكن في أسلافهم ولا نقص القوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسيين وجور السلطان ونقص البؤون ونقص البؤون وما نقص قوم عهد الله وميثاق إلا سل طار عليهم عيو من سواء فأخذ فعض ما في أيديه ولا منع قوم ولا منع قوم الزكاة زكاة أمواله إلا منع القطر من السماء ولول البهار ولم يمطرون وما حكم أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا جعل الله بسع بينه خواه ماجد وأحمد والحاكم وغير هم فهو بأسنا العباد الله ها هو بأسنا ظاهر شديد بينه فلا خد والحال هذا المبادر إلى الدور وعند وعند ازداد خشي جريفة وخوفا منه ابتثاب من قوله تعالى فلولا إن جاء بأسنا تضضع فهي نوع من الرحمة لآله الأمة كي يضعوا ويروم وهي سياد مبانية يؤدل بها من يشاء من عباده فتمع عنه عباد الله فيه في رسال وخالقكم وأنزلوها منزلها وأحسنوا في راحة من جاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقد أرجى الله على المنين أن ينسقوا بأيدي هؤلاء وأن ينفقوهم عن ما أعلم فيه فقال عليه الصلاة إن أول ما أدخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودعمه تصنع فإنه لا يحل ثم يلقاه إلى الغد وهو على حاله فلا يمنع ذلك أن يكون أكيدا وقعيرا وشريئا فلما فعل ذلك لأب الله قلوب رضي ببعض أي تشافه في العمل فتشافه في المصير الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله إن هذا يوم توج الله به الصيام وأجزل وأجزل فيه الصائمين والقائمين والذاكرين جوائز البر والإكرام قال تعالى ولتكبروا العذة ولتكبروا الله على ما هذا لكم ولعلنا تشكرون هذا يوم يقنكم أن تفرحوا ببروغ يا عباد الله فقد أديتم فريغة بهم صنتم نعاره وحبتم بينه وأديتم زكاة الفضل فطوبا لكم قل بفضل الداخل وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بما يجبعون هذا اليوم هو يوم تنزل الرحمات والخيرات والبركات واستجابة الدعوات عن نعفاس رضي الله عنه ما يدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم عين الفرق فطر هبطت الملائكة على أفوال السكة ينامدون بصوت تسمعه الخلائق إلا الجن والإنس يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى رب كريم يُعطي الجزيل فإذا برزوا إلى مصلاهم قال الله تعالى يا ملائكة ما لجزاه أجير إذا عمل عمله قالوا إذا هنأ وسيدا أن توفيه أجله قال فإني جعلت ثوامهم من صيام وقيام مغفرتي وللغاني الله مغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رحم الله وعزتي لا يسألوني في جمعه هذا للآخرة شيئا إلا أعطيتهم ولا أعطي إياهم إلا نرد لهم إن صرفوا مغفورا لهم قال أولدق العجرين والزهرين من كبار التابعين فيرجع قرون من المصلى كما عادتهم أمهاتهم ويسمى ذلك يوم في السماء يوم الجالزة رواب الطبار أقول ما تسمعون وأستغفر الله يا فرز المستخلين استغفر الله الله أكبر الله أكبر أيها المؤمنون أيها الصائمون الموفون عباب الله إن العيد مظهر عظيم في المظاهر الوحدة الوحدة والتآمن والتآخر بين المسلمين والتكاثر الاجتماعي وذلك بأداء زكاة فطر قبل الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم في هذا اليوم وقال أيضا السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهر في سبيل الله وكالقائم لا يخطط وكالصائم لا يخطط طالما خالي ومسلم في هذا اليوم يا عباد الله في هذا اليوم العظيم يجتمع المسلمون في جميلة أقطار المعمورة لصلاة العيد وحينها فتجل الوحدة الإسلامية في أمهى حللها وأروع صورها فيجتمع الصغير والكبير وضعيس والمروص والأب يقول أسود إن آل وحدة عظيمة يحبها مولانا عز وجل وإنه ليوم يغتاظ منه أعداء الدين أعداء الله ثم يا عباد الله ليقول كل واحد منا بحقوق والديه هكيه أو ميتين فإن حق الوالديه عظيم قرنه الله عز وجل بحقه قال تعالى وقرى ربك أن لا تعبدوا إلا إياك وبالوالدين إسانا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم عليه وقوق الأمهات ووعد المنا رواه الخاليه المسلم وقال أيضا رضى الله في رضى الوالدي وسخط الله في صخط الوالدي رواه التربديه والنهبان كما يجب على محمد مسلم أن يؤدي ويجبه وتجاء أقالبه وجيرانه قال عليه الصلاة والسلام والذي لنفسي في يدي لا يؤمن عبد حتى يحب لجائه أو لأخيه ما يحب لنفسه رواه الخاليه المسلم وليهدى كل منا من قطيعة الرحيم فإن شرمها عظيم وضررها كبير يحل بصاحبها العقاب العاجل قبل الآجل قال تعالى فالعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في أرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعلمهم الله فأصمهم وأعمى أرصاهم وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل جنة قابع رواه الخاليه المسلم وقال أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصر رحمه وقال أيضا إن الله خلق الخلق حتى إذا فرر منهم قالت فقالت هذا مقام العائل بك من القطيعة قال نعم أما أقضينا إن أرصد من وصلت وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك هذه عباد الله هذه شمخة هذه عباد الله سمسعين قد أشرطت فاتشرف معها شفاهكم بسدق البسمة وقلوبكم بصفاء البهجة ونفوسكم بالفادة والمحبة فالعيد في الحقيقة هو عيد القلب فإن لم تمتلي القلوب فإن لم تملئ قلوب المسرة ولم يطلعها الرضا ولم تعمها الفرحة كان العيد مجرسا وخمي في التقوين فاتجددوا عباد الله أواصر الحب بينكم وبين أصدقائكم واتجددوا التراحكم بين أقربائكم وابتعاقوا بين الناس جميعا ثم اعلموا أن الله عز وجل أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وتنى بملائكة قدسه وخلت بكم إمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل وقال عز وجل وقال عليما آمرا حكيما إن الله وملائكته يصدون على المريك يا عين الذين آمنوا صلوا صلوا عليه وسلم التسليمات اللهم صل وسلم رسير وعض حبالي على سبيلنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم مغفر للمسلمين والمسلمات والحمنين والمؤمنات على أحياء منهم والأموال وألف بين قلوبهم برحمتك يا رحمة الله يا رب العالمين الله مرحب نواتنا وأنوات المسلمين واملأ قبورا مبنورا وصرورا وحبورا برحمتك يا رحمة الله اجعلها روضة من لياضي جنة يا ربنا تقبل محسنين وتجلوز عن مسيحين برحمتك يا رحمة الله واشرم الله لا تمرض المسلمين والمعين يا رحمة الله اكسر جميعا بالحسار الصحة والعافلة وعافل كلانا ومنتل المسلمين أجمعين برحمتك يا رحمة الله بصر الله وأن تقبل منا صيامنا بصلاةنا وسيامنا وذكرنا ودعاءنا وكل أعمالنا برحمتك يا رحمة الله وأن تتجاوز عن تقصيرنا وعن الخطأ والنسيانك وأن تبلغنا رمضان سنين عديدة وأعوام مديدة ونحن الأصحاء ورحمة الله ورحمة الله يا رب العالمين آمين آمين بقبل الله وصلاه وكو عام وعنكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عيد 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 رانته البتشيخ بحيسيوي كما راكم تشوفون سيتغفلوا على بعضها بحيسيوي اشتغفوا على بعضها رب العالمين وصلاه ما قرارنا تباغا ؟ لذي جزء عيد 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 شكرا